السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 تغطوها و تخلوها تريح ديك ساعة ساعتين و هي و كل ما تشرب الدجاج تاعنا دايما كل ما يشرب العطريين اللي درناها فيها كل ما يزيدي زيان و يشير بنين الآن و غناني نخطف الدجاج نتاعي كما راكو تشوفو فيه بيد داي بيان سيق نمون توشو هذو كل اسوار اللي حنتا وعنا اللي درناهم و ضرت شويه تع الزيت ضرت شويه تع الزيت في الفجاج و في البطاطة تاني ضرت شويه تع الزيت هناج ضت شويه تعال طوماتيس المخصصونت خيك شفته غيه على راس المغرف ما زيتش كمية كبيرة و ضرت مغير فجاج ما زيتش في البطاطة هنا يم باتشين ادير نحكم هذا كالتجاج انتاعي و نبدأ ستفى في البلاتاعي قاع فالبلاتاعي كما راكو تشوفو هذو كلموسوية تعالجج اجنيحة الدجاج اجنيحة الدجاج ستفهم كما هقا فالبلانتاعي ونكون شعل على الفرن شعلت الفرن قدرتها باش يحمالي انا دائما الفرن دائما نشعل عليه الافونس ما خليش حتى مع التالي انا بعد ما ستفتقع الدجاج انتاعي فالبلانتاعي واني دائما الماء في الطعوة تاعي يحمى بجيها دائما نمرقوا باي حاجة نديروها نبغو نمرقوها لازم نمرقوها بالمحامي باش من رطاردوش هذك اللقطات على الغلايا انا بعد محميت شوية ماء درت فيه شوية تاني طمسا قوطة ولكن غي ما كنت لكم على راس المغرف بتنجمو تستغنو تاني عليها متنجمو ما تديروهاش خلطتها كما كنت شوفو باش ندير فيه الجاج باش ندوم مناكش حاجة باقي فيه ولا ونفرغو الماء تاعنا ولكن نفرغو في القوتي متفرغش فوق الجاج ولا فوق اللحم اي حاجة تديريها فرفون تبغيت طيبها فرفون تاعك مع عمرك ما تديري الماء فوق اللحم ولا فوق الجاج دائما نديري فلقنات هذا هو البلانتاعي راهواجد ما سوف نديره قدي نحكم بابي دو كويسون نغطيه ودرت لها تاني شوية على الدهان من فوق غير شوية كما كنت شوفو غير بشيرت يمدنا البنة قعرف يمدنا البنة شابة وما هو غير بالزيت يتحمرنا الجاج ولكن غيرت نزيد هاد الموسو تاع الدهان مغفصيها تاع الدهان وغادي نزيد تاني ولي قادت على الرند وولي قادت على الرند بذجو ولي قادت على الرند تاني يتمارييه مليح مع الدجاج ثم غطيته بابي دو كويسون كما لا كنت شوفو وتزيد ودفقها الاليمينيوم انا ما عندش الاليمينيوم شاينت بابي دو كويسون ونضر تفقها البلات وتنجمي تاني ما ديروا تضيف من البلات اضيفه في فوق الاخور نضيفه اضيفه 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 نتمنى الوصفة نتعليهم عجبتكم ونرحوا للفلوغن هذا المحل في سيد البشير شيرات يبيع جلابه ماشاء الله ماشاء الله مغربية ويبيع تاني البدعيات على القيمة لها تجهز ولا القفاطن عندها واحد الملابس كيما نقولو احنا جاي في سيد البشير اسمو بوتيك نوريا كان نموهم بزاف يعرفو كما قد شوفو انا هكا تلتني في خاطري جلابه في النوار هكا مكاتلني كاتلتني جلابات عمو عندي قاعلي كل ولكن في النوار جامي شريتها ان شاء الله هاي لا شريت واحدة في النوار نوريها لكم شيلات في خاطر جلابه في النوار و هاد القفاطن كده اللي عنده يهبلو شيلات و هاد القفاطن يبيع فيهم روعة جلابه يحسب فيها 480 و هاد القفاطن هاد القفاطن كان عندها زوجت على النوعيات عندها تعلق خيب تيسوي خيب و عندها تعلقات طيفة كتوفو هنا دينها في المكان و جلابه جلابه بالبوتشامو تيسوي تحب بوتشامو تعمشتا روعة 480 جلابه و هاد القفاطن كما راكو تشوف فيهم و هاد القفاطن كما راكو تشوف فيهم تعلقات خيب هاديك ايفازي شابين بشيلات بالحزام انتاحهم و هاد القفاطن كما راكو تشوف فيهم هاد القفاطن كما راكو تشوف فيهم هاد القفاطن كما راكو تشوف فيهم و هاد القفاطن كما راكو تشوف فيهم هادي قفاطن كما راكو تشوف فيهم فيها بزاف اللي كولور المهم وفي تلبس حتى الضوء بالإكس آن قط 480 وهذه اللي فوتها لكم تعلق هذيك تعلاليزات اللي لهم يخيطوا وكوشي هذيك تدير 220 ميل وعند هذوك الملايات غير ما مكاشة صويرة تحا هذوك الملايات اللي جون نصهم تسوي خفيف ويجون نصهم لاخور قط يفاجوا فيهم الحزام هذوك تاني ذاك الموضرة عندها بسع كيما قلتوكم وتخيطه هنا لوكال يحتاني يحسب فيهم 220 ميل عندها هذو وعندها تاني هاكا لزون المحل ويجاي المحل جاي في البورفال الكبير تعسيد الباشير جاي إحدى القهوة تعالروشي ساقصوا القهوة تعالروشي تنقوهم انتما بوتيك ماريا محل تعال ماريا نتمنى نشيرات الفلوغ نتعلي ومعجبكم واستمتعتو به ونقولكم تهلو في رواحكم والوصفة جربوها وإذا عجبكم الفيديو تعالي يوم ما تبخلونيش وتديروا لي جام خليكم بخير وعلى خير أطهر الله في رواحكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر